ساعة قليلة يلحق الأهل بالزمالك في السعودية استعدادا لكمة كأس مصر لقاء القمة القروية المصرية بين صاحبي الشعبية الجاربة في مصر والبطن العربي الأهل والزمالك اليوم الأربعاء تسافر بعثة الأهل إلى المملكة العربية السعودية لتلحق ببعثة نادي الزمالك استعدادا لنهاء كأس مصر اللي هيقام في الرياض الساعة سبعة ونص مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادمة أجواء مختلفة ومميزة بتعيشها الجالية المصرية في السعودية انتظارا لكمة المرتقبة وفي كل الأحوال دائما القطبين الكبيرين بيختفوا الأضواء أينما حلق أو ارتاح على كمة جديدة ومواجهة أولى بين مرسل كورا المدير الفني للأهل والبرتغالي جوزي جو ميزة المدير الفني لنادي الزمالك يطر الكياس هيبتسم لمين يومنك؟ موسيقى يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة الأهل يا الزمالك الزمالك والأهل في نهاية كأس مصر يوم الجمعة القادمة في الرياض وسط مدرجات ممتلئة عن آخرها وهذا هو المتوقع وأنا أتمنى أن تكون مباراة ممتعة رائعة طاليك بحجم الأهل بحجم الزمالك أكبر ناديين عربيين أكبر ناديين في القارة الأفريقية وشوية طلبات يعني حلوة كده نطلب مع بعض كده ونستنى ونشوف أنا عايز أشوف زيزو وهو بيمتع إمام عشور وهو بيبدع عايز أشوف الحراس سواء محمد صبح أو عوات في الزمالك ومصطفى الشبير في الأهل وهم يا سلام بيتصدل الكرات القطيرة الكتيرة اللي بتيجي عليهم عايز أشوف دفاع جامد عايز أشوف هجوم جامد عايز أشوف سرعات عايز أشوف أداء تكتكي محترم من الاتنين مدربين عايزين نتفشخر ونقول لكرة القدم المصرية ونرفع رأسنا ونقول إحنا كبار بكل طواضع ده التاريخ ومن المفترض الحاضر أيضا نلعب مباراة حلوة ممتعة سلوكيا لابد دون نقاش أن تظهر المباراة بشكل رائع جدا من الفريقين ومن لعب الفريقين فنيا ورون بقى ورون بقى ده منتخم مصر بيلعب لقى ابت الأهلي والزمالك ده منتخم مصر نتفرج ونستمتع نهائي بطولة أقدم بطولة في تاريخ مصر كأس مصر من مئة سنة أو النهائي كان من مئة سنة مئة سنة كورة نحتفل بيهم كما يجب أن يكون مؤكد أن المباراة على مستوى التنظيم وعلى مستوى النقل التلفزيوني وعلى مستوى الحضور الجماهيري وكل حاجة هتبقى شكلها حلو إن شاء الله يعني بستنين كورة بقى بستنين متعة زي بقولك كده أنا الموضوع عندي مجدبش عليكم يعني مختلف شوية عن بعضكم أنت بطبيعة الحال نفسك الأهل يكسب أنت بطبيعة الحال نفسك الزمالك يكسب طبيعي بتشجع في رئيتك أنا نفسي شوف مباراة حلوة أقول دي كرة القدم المصرية أقول بقى دي الكرة بتاعتنا أقول دي الكرة بتاعتنا ونلعبها في أي مكان ونظهر بشكل رائع ومميز أرجوكم نعمل مباراة حلوة فلو سمحتم لعيب الفريقين طلعوا كل الطاقة مية ومية وخمسين في المية كمان وما يهمكوش ما يهمكوش النتيجة أنا فاهم أنا بقول كلام برضو نظر يعني كده يهمهم النتيجة بس خلونا نشوف مباراة حلوة يعني يستمتعوا أنتوا كمان معانا اطلعوا مستمتعين وتقولوا إحنا جمدين أور إن شاء الله يعني المباراة تبقى رائعة أول أمس كان الزمالك سافر إلى السعودية والأهل سألحق به اليوم الأربعاء إن شاء الله وندي الأهل اختار قائمته لنهاء كأس مصر وهذه القائمة كالتالي في حراسة المرمى هيكون متواجد مصطفى شبير ومحمود الزنفلي وحمز علاء وفي خط الدفاع هي تواجد محمد عبد المنع مرام ربيع وخالد عبد الفتاح وعلي معلول وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وسط الملعب هايبقى فيه مروان عطية وعمر السلية وأحمد نبيل كوكا وكريم ندفد وإمام عشور ومحمد مجدي أفشا وفي الهجوم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وريدا سليم وبرستاو وكهربا وأنطوني مونست أبرز الغائبين طبعا وسامة أبو علي وعسر إبراهيم ومحمد الشيناو وآليو دانج ومحمد دو كريستو بسبب الإصابة واستبعاد فني لأحمد عبدالقادر وكريم الدبيس ومحمود متولي ومصطفى مخلوف دي قائمة النادي الأهلي لهذه المواجهة مواجهة نادي الزمالك بالمناسبة أليو دانج أجرى جراحة ناجحة لاستقصال جزء من وضروف الرجبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستان فينج وده دكتور أجرى كثير من العمليات للعيبة مصريين والعيبة من النادي الأهلي هيعود أليو دانج إلى القاهرة يوم الجمعة اللي جاية يوم مباراة الأهلي والزمالك بس هيعود إلى القاهرة مش في الرياض وكتور أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي عمل اتصالات مع ديانج واتمأن على حالته وديانج هياخد لسه فترة مش صغيرة لحين العودة مرة أخرى للمشاركة في المباراة حكاية أخرى تخص نادي الزمالك وتخص أيضا التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أو جزء من التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في المباراة الأهلي جزء جميز استقرر أنه يبدأ بناصر منسي في خط هجوم نادي الزمالك أمام النادي الأهلي في نهاية كأس مصر جميز كان بيفاضل بين أكتر من لاعب في الساعات الأخيرة لكنه استقرر خلاص على ناصر منسي لقيادة هجوم نادي الزمالك بعد ظهوره في آخر مباراة مع الزمالك بشكل مميز جدا بالمناسبة أيضا مجلس إدارة نادي الزمالك لهذه المباراة مباراة النادي الأهلي رصد مكافأة خاصة لكل لاعب الفريق 100 ألف جنيه حال الفوز بكأس مصر ومجلس الإدارة قال أو أحد أعضاء مجلس الإدارة قال لرقم 10 إن المكافأة من أجل تحفيز اللاعبين إن هم يفوزوا بهذه المباراة وأنا في رأيي إنه لعبت الزمالك ولعبت الأهلي مش محتاجين تحفيز قوي في المباراة اللي زي دي يعني لعب الزمالك عارف إنه لما يلعب قدام الأهلي ويكسب الأهلي دي حاجة مهمة جدا بالنسبة له دي المباراة الكبيرة اللي بتظهر أي لعب لعب النادي الأهلي لما يكسب الزمالك دي حاجة مهمة جدا دون تحفيز مالي عشان بيكسب الغريم التقريدي نادي الزمالك فده منطقي وطبيعي زي ما ناصر منسي غالبا هو اللي هيبدأ في هجوم نادي الزمالك في هذه المواجهة محمد صبحي كمان هو اللي غالبا هيبدأ في حراسة مرمى نادي الزمالك في هذه المواجهة كان فيه نقاشات عديدة الفترة الأخيرة ما بين اشراق صبحي أو عواد كأساسي في هذه المواجهة لكن يوميز استقر على محمد صبحي كحارس لنادي الزمالك في هذه المباراة طيب الحكم العملاك أندرسون درانكو اللي هيدير أنا بعمل كده عشان هو حكم عملاك فعلا يعني يخوف يعني بعضلاته كده وبتاع هو اللي هيدير مباراة القمة خلاص بين الاهلي والزمالك هو مشهور في البرازيل أنه هو أقوى حكم في العالم طيب ليه حكاية يعني القوة العضلية اللي عنده دي ليه حكاية هتونا لأول السورة يا جماعة عشان إيه نشوفه الأول عشان تقافنا بتكلم عن مين هو حكم عملاك يعني أو أحكي لكم القصة من أول حيان أحكي لكم القصة من أول بص الحكم ده وهو صغير عنده عشر سنين أنا هعرفكم ليه كورت الياد زهرت دلوقتي هو عنده عشر سنين كان بيلعب كورت ياد وواحد من مدربيه قال له بقولك إيه أنت مش هينفع تلعب كورت ياد ليه يا سيدي ليه يا عم ده مايلعبش كورت ياد وهو لسه صغير كده ليه بتقفلها في وشه قال له علشان إنت جسمك ضعيف مش قوي واللعبة دي محتاجة جسم قوي فالراجل سمع كلامه وما تحقتش قوله هشتغل على نفسه وقال إنه هيزبط جسمه عندا في المدرب اللي قال له أنت ضعيف ومش قوي ما ينفعش تلعب كورت ياد تمام راح الحكم البرازيلي ساب كورت الياد هو عنده تقريبا عشرين سنة وقرر أنه يكمل حياته في الجيم قال لك إيه بقى بص خلاص أنا مش إيه بقى لها ياد أنا هكمل في الجيم وبعد كده دخل كلية التربية الرياضية خلاص بقى وحياته بقت رياضة وقال لك أنا هبقى مدرب عندا في المدرب بتاع كورت الياد اللي قال لي أنت مش قين فهتلعب كورت ياد عشان أنت جسمك ضعيف وأضح فترة طويلة من حياته قاعد في الجيم من 2009 قرر أنه هو يشتغل في التحكيم وناس كتيرا حذرته أنه العضلات اللي عنده دي كلها يعني مش هتخليه حكم جامد وسريع ونشيط والكلام ده كل هو قالوله أن الجسم ده هينهي مشوارك التحكيم بسرعة لكنه على العكس تماما أبدأ وأدى أداء رائع جدا في المباريات اللي قدرها في البرازيل ورغم تفوقه قال في تصريحات أنه بيكره عضلاته لأن الناس بتقيمه أنه حاكم قوي بعضلاته مش بكوة شخصيته فهو الناس اللي بتقوله أنت حاكم قوي جدا في الملعب هم عشان شايفينه قوي جثمانيا مش عشان هو قوي في قراراته دي حكاية درانكو الحاكم البرازيلي عنده صفة أنه عنيد جدا في أرض الملعب يعني ما ينفعش تروح تجدل وتهزر معاك كده وتعترض عليه كتير وسهل جدا يشتبك مع أي لعب في الملعب يشتبك لفظيا يعني الحاكم ده كان بيحكم مباراة بين أتليتكو مينييرو وساوبولو في البرازيل وهالك لعب شهير طبعا في البرازيل وبيلعب في أتليتكو مينييرو اعترض على درانكو الحاكم طيب حاكم بقى يسكت قال له لا تعالي خد بالك عشان ده مش المطش الأخير اللي هحكمه لك فالك قال له هو أنت بتهددني زي ما نشاهد في السؤال هو أنت بتهددني راح قال له لا يا حبيبي أنا ما بهددكش أنا بس بقولك اللي هيحصل فاهم حاكم يعني بتعناوش يعني فاهم ألا يعني المهم حاكم ده ما بيقبلش أبدا أبدا الخروج عن النص في المباريات سواء اللي في أرض الملعب اللاعبين أو حتى الجمهور في مرة في 2019 الجمهور هتف بشكل معادي ضد فرقة معينة كان فيه ألفاظ موسيقى كثيرة جدا والألفاظ دي لا تتوقف وبدون أي مقدمات قرر الحاكم أنه يوقف هذه المباراة علما أن لوائح الدوري البرازيلي مفهاش أنه الحاكم لو سمع حتافات موسيقى يوقف المباراة مش موجود عندهم دي لكن هو قالك إيه يا تسقط يلغي المطش هتسقط هكمل المطش بالفعل قعد عشرين دقيقة في أرض الملعب عشرين دقيقة موقف المطش هتسقطه هكمل مش هتسقطه مفيش فالجمهور اضطر يسقط حاكم قوش شخصية جدا على كل المنظومة في الملعب سواء على مستوى الجماهير أو على مستوى اللاعبين في أرض الملعب ودي بس الحكاية اللي لعبت النادي الأهلي والزمالكي فهموها ما بيهزرش آه الجسم العملاق ده ما بيضربش يعني مش هيعمل على أي حتاجات بالإيد يعني بس ما تهزرش معه بالكلام عشان مش هيسقط لك مش هيعديلك مش هيفوت لك فالحاجات اللي هيكل شوية آه الكلام دوت لا برازيلي برازيلي واسمم أو مش اسمم بس برازيلي فخطر وتاخد بالك منه وانت بتلعب في المباراة عشان ما يبقاش فيه كروت ان شاء الله طيب دي حكاية الحكاية التانية دي فيها خلاف واضح ما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والأستاذ جمال علام جمد راتب الشهري بتاع الكابتن علاء نبيل ورفض تسليم قرار تعيينه للإدارة المالية رغم اعتماد الراتب في الاجتماع الأخير الراتب اللي هو قيمته كان 120 ألف جنيه طيب ليه عمل كده الأستاذ جمال علام اللي عمل أستاذ جمال علام عمل كده عشان فيه خلاف قائم ما بين رئيس الاتحاد والكابتن علاء نبيل بشأن الاشراف على المنتخب الأول أستاذ جمال علام عايز يشرف على المنتخب الأول كابتن علاء نبيل شايف أستاذ جمال علام مش المفروض هو اللي يشرف على المنتخب الأول كابتن علاء نبيل كمان عايز يعمل تغيير في الجهاز الفني لمنتخم مصر 2009 بقياة الكاتر حسين عبداللطيف اللي كان معينهم او كان معينه ومعين جهازه المعاون الاستاذ جمال علام واستاذ جمال علام طبعا رافض انه يحصل اي تغيير في هذا الجهاز الفني بدري بدري الخلافات دي وسبحان الله عادة مرة تقتعش طول الوقت الحتة بتاعتها كلها دي فيها خلافات للأسف احنا عاملين نقول عايزين نطور بس خلينا نخلص الاول الخلافات دي واكذا نبقى انطور وربنا يديني ويدي حضرتك طلط العمر واحفادنا كبير ان شاء الله بإذن الله نابط الاندية اوقعت بعض العقوبات النهاردة بالنسبة للجولة الاربعتاشر في الدوري المصري الممتاز وتحديدا في مباراة سموحة ومودن فيوتشر قراره التالي اقاف محمد المغربي لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على انذارين في نفس المباراة اقاف محمود احمد محمود رز لاعب فريق مودن فيوتشر مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة اقاف محمد صديق مدرب فريق مودن فيوتشر مباراتين وتغريمه 20 الف جنيه وذلك لما بدر منه مع مراكب المباراة من السلوك غير رياضي ليه؟ توقيع اغرامة ملاية على فريق مودن فيوتشر قيمتها 25 الف جنيه وذلك لقيام هيسم عرابي المدير التنفيذي للنادي بدخول الممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على الحكم برضو ليه؟ مباراة فاركو والبنك الاهلي المباراة المقدمة من الجولة الستاشر اقاف كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الاهلي مباراة واحدة وتغريمه 20 الف جنيه وذلك بسبب الطرد بعد النزول وملعب المباراة للأعتراض على الحكم بجانب تغريمه 100 الف جنيه بسبب تحريضه على اللاعبين للانسحاب من المباراة تغريم نادي البنك الاهلي 20 الف جنيه وذلك بسبب الاعتراض الجماعة من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة كتير الله لسه بدري لسه بدري على الدوشة دي ماشي النهاردة في الدوري ايضا جولة الخمستاشر المصري قدر يفوز على سموحة بهدفين دون رد في مباراة كان المصري فيها افضل في كل شيء بصراحة فخر الدين بن يوسف تقدم ليه المصري في ديئة تسعة بعدين سجي المعتزز دام الهدف الثاني للمصري على فكرة لابدك وايس جدا يعني في ديئة سبعة وسبان طب مهرب صلاح طيب النهاردة نهاردة الجيش ماشي بشكل معقول في الدوري بس الداخلية اكيد كان في امس الحاجة لحظ السلاسل في هزي المباراة طيب المباراة دي قدرتوها ازاي وكان الصعوبات اللي وجهتوها فيها لحد ما قدرتوا توصلوا للفوز وحصد السلاسل نقاط يعني الحمد لله الحمد لله زي ما انتقلت باللعب تلقى معترمة معها وكاد محمد ساني زي ساني معترم هيدرنا ندرك السرقة كويس وقدرنا نرضى فيه اوائي كتير جدا نسموح الكورة واعتمد على السرقة بتاعتنا نرضى نستغل الدربة السبتة ما هاتمرنا عليها يعني مقررة الدربة الرقمية نرضى نستغل ده فالحمد لله مطش مطش مهم جدا في ظل الصراع القول ده فبقول الحمد لله مبروك للعيبة مبروك للجهاز والمدر فضارة وجمه والبورس عيد الحمد لله يا كريم احنا ماشيين الحمد لله لفترة الفاتت بشكل كوي رغم الغيابات اللي بتحصل يعني النهاردة عندنا غيابات برضو ده السبوء بعد مطش البلدية كان صراح محسن وتمييد جادر والنهاردة بيجيب عننا باهر محمدي وكريم العراق اثنين اساسيين في خط الظهر فدي صعبة جدا الحمد لله كل الناس اللي احنا بنجهز ده مهم جدا اللي برد اللي جوا النهاردة احمد عيد زيزل ابدى مبارك وعيسى ومحمد طارق فقول الحمد لله الحمد لله على النسيجة وعلى أداء المهاردة صحيح اما كابتن محمد كنت لسه بتكلم على معتاز ده شكله موهبة حلوة شكله لعيب كويس انا عارف انه لسه اكيد عنده افضل بس في كل المباراة له بصمة جيدة يعني مع المصري يعني طبعا لعيب كويس احنا اخترناه في يناير لانه احنا كنا محتاجين المكان ده رقم 6 فاختبناه كويس اولي فترجنا عليه مرة واثنين وثلاثة وجدنا ارقام وجدنا احصاياته الميزة انه هو المعساس دي جاي زهر يعني جاي الحتة البدنية بتاعته كانت كويس اولي فقدر يخش مع الفرقة بسرعة لها ثلاث مباراة 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 في اخر مباراة اولين بيسجل والنهاردة برضو بيسجل فعنده كيف لسا نستنين منه القضم النهاردة الحمد لله اللعبة كلها قدت الجوار كل الجوار حتى الناس اللي نزلت كل الجوار ايه اذا انا نتعامل مع المطش خاصة نشور الثاني لما كانت نحما تسمي لعب بفادي فريد وحسان حسن اذا انا نزل سعداوي واندخل نستاذ جوه عشان نقفل على حسام وعلى فادي فالحمد لله كل واحد بقالي دور كريم ينزل ينفذه هو ده الاهم الموضوع زي ما قول كابتن عدد التمارين لما زاد التجانس هيحصل بين اللعبة اللي جابت يناير واللعبة الاجيما فده كل مجهود الجهاز الثاني واللعبة قبلنا صحيح كابتن كبير كابتن محمد عبد الكريم ومداري بالعام للمصر البورسعيدي انا بهنيك مرة اخرى وبشكره شكرا جزيه على هذي المداخلة هنستمكملين مع حضراتكم بعد الفاصل يشرفني كابتن كبير كابتن اسامة عرابي خليكم معنا موسيقى اهلا بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذي الفكرة كابتن كبير كابتن اسامة عرابي نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاصبك يا كابتن اسامة النور الدنيا اهلا بسهلا بك يا كريم والسادة المشاهدين وسعيد موجود معاك اخبر حركية كل بخير الحمد لله يا رب دعم اقول لحرك خبر اقول لسادة المشاهدين كمان خبر مهم جدا انه الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون او بالتنصيق مع الجهاز الفني المنتخب مصر خاطب رسميا نادي الليفربول الانجليزي وابلغ نادي الليفربول موافقته على اعفاء محمد صلاح من معسكر منتخب مصر القادم في دبي في حالة ان لا يشارك محمد صلاح في اي مباراة رسمية مع الليفربول قبل هذه الفترة فترة 18 مارس وفي حالة اشراك اللاعب محمد صلاح مع الليفربول في اي مباراة قبل 18 مارس فصيحق للمنتخب الوطني المصري ضم اللاعب محمد صلاح الى المعسكر القادم مع توضيح لليفربول انه لن يتم جهاد محمد صلاح بسورة كبيرة خلال هذا المعسكر او في المباراتين اللي هيلعبوا منتخبنا الوطني وهيشارك وهيشارك في جزء من المباراتين او مباراة واحدة بحد اقصى دي او ده نص الخطاب اللي ارسله الاتحاد المصري لكرة القدم الى ليفربول طبعا بيه التنصيق مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني رأيك كابتون اسامة محمد صلاح طبعا نجم كبير ويعني مهما نتكلم عنه احسن لعب جي في تاريخ الكرة المصرية بظروف المكانة اللي بيلعب فيها دوري الانجليزي اهم دوري رجل نجحات كبيرة جدا لما حصل اللغط اللي حصل في طولة الامة الافريقية اللي فاتت يمكن انا كنت معاك وقلتلك انه ما ينفعش واحد زي محمد صلاح يتقال كده انه لما سافر انه يعني فيه ناس شكة وناس رجل رجل تاريخه كبير مع يعني سواء في الخارج او مع منتخب مصر وهو الهداف الحالي بالنسبة للجيل الحالي هو الهدافه واكتر لعب مشاركة في المباريات وكانت وجهة نظر انه عادي جدا انه روح يسافر يتعالج في انجلترا ويعود لو وصلنا للمباراة النهائية او قبل النهائي والامور وضحت والدنيا اثبتت او الوضع اثبتت انه فعلا كان مصاب وحتى الان ما بيشاركش بصورة في علاج الشاركة في المباراة وعندت اصاب تاني وتردت الاصابة يعني ما نفعش واحد نجم كبير زي محمد صلح نعمل معا كده موضوع طبعا اصابته ده طبيعي انه ما يكونش في البطولة البطولة الودية التي تلعب في الامارات منطقة جدا اعتقد كابتن حسام وجهازه المعاون هيبقى فيه تنسيقه وكلامه وزي ما اتحاد المصري صرح دلوقتي ومعا ليفربول انه اكيد هيكون بعيدة عن المعاون اسألك سؤال لو لعب مع ليفربول قبل معاون 18 مارس بس ليفربول بعت لنا مسلا قلنا هو شارك صحيح بس ما شاركش هو جاهز 100% ومحتاجين يكمل تأهيل معنا المفروض يبقى موقفنا ايه هي البطولة مش اجندة دولية اجندة دولية يبقى من حقك اتحاد الدولة هيسمح لك بس بس لازم يقى فيه تفاهمات بين الاندية الكبيرة اللي موجودة دي في اوروبا او في العالم عمتا وحتى في مصر يعني مش مش لقول لازم يبقى فيه تفاهمات مع الجهاز الفني والاداري للمنتخب و ادراف الاندية والناس المسؤولة كمدربين و مسؤولين يعني والله لو الكلام كده والتحاد المصري اكيد هيتكلم مع محمد صلاح وحاسه انه ما يقدرش يجي انا مش شايف فيها حاجة يعني هي بطولة هتعدي بطولة ودية صحيح كابتن حسام محتاجه لو هو سليم يعني انه يكون موجود في اول معسكر لي عشان يفهم سياسته ويفهم تفكيره والشكل العايز العب به وهو من اهم الناس وكابتن الفرقة ده ده حقيقي ولكن سهل انه تتدارك بعد كده الكلام ده لازم يكون فيه تنصيق بين الجهاز الفني المنتخب ومحمد صلاح نفسه كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن بحكم التاريخ العظيم جدا سواء كلعبين او كمدرب ومدير لي الكرة بس انت كنت الاقرب ليهم يعني على مستوى التاريخ في كرة القدم مع النادي الاهل ومنتخب مصر هل كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن من النوعية التصدمية اللي ممكن يخشه في أي دعم مع نجم كبير زي محمد صلاح لا طبعا هما بس حسن وإبراهيم مخلصين جدا في عملهم وحتى وهم لعب يعني أنا لعبت 82 هما تلعب مسم 84 تقريبا في نهاية 83 84 84 هما طبعا أصغر مني في السن يعني ولعبنا مع بعض بقى تاريخ طويل طويل مش أقل من 15 سنة مثلا من 83 84 لغاية هما مشوا من النادي 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 حتى لما راحوا ورجعوا كنت أنا موجود أنا عتزالت 99 وكنت مساعد لمستر سوبل بعد كده وهم كملوا لغاية لما مشوا في النادي فالتاريخ طويل معهم هما مخلصين جدا بيحبوا شغلهم جدا بيضحوا جدا متفانين ما اعتقدش إنه إنه هما من الزكاء إنه نجم كبير زي محمد صلاح إنه يحصل تصادم معه بالعكس ده هو يحاول يتعامل معه بالصورة المثالية اللي مفروض تتعامل بها بنجم كبير زي محمد صلاح وبعدين احنا عايزين نقول إيه إنه أي فرقة في الدنيا صحيح فيه معاملة يعني للفريق ككل تكون باحترامه ده طبيعي في أي فرقة نادي أو منتخم صحيح ولكن فيه نجوم بيبقى ليهم مكانة خاصة مش معنى إنه هتعامل بطريقة مختلفة ولكن لابد إن كلها هيتتحط في قدره لازم شكورك في تستمع النور دي لا لا ده طبيعي لا ده طبيعي عشان فيه جملة شهيرة جدا تقولك إيه يا جماعة محمد صلاح تاريخ وإسم كبير وبتاع بس وزاي زي عايي اللعب لا لا وقالك أو لما لعبنا في المنتخب أو كده أو حتى لما كنا ممدرين فنيين فيه مبدأ العدالة والمساواة والحقوق وكلام ده شملة كل الناس ولكن ولكن يعني إنت حتى لازم يكون عندك من الزكاء إنك تعرف تعامل كل واحد بطريقته وحسب تاريخه وحجمه ومكانته وحجمه يعني أنا أنا ما عتقدش إنه إنه ماسيينو في البرتغال مثلا مش مديلو وضعه في منتخبه أو ميسي في الأرجنتين أو كم مرادونا في الأرجنتين طبعا ده طبيعي يعني أو زيدان لما كان في فرنسا أيام ما كان أو دلوقتي مبابي مثلا مع منتخب فرنسا ده طبيعي فما فيهاش إنه ده انتقاصة من حد تاني أو كده فلازم يتعامل جاني بالتاريخ بقى والمكانة دي كلها خاصة كمان خاصة كمان إنك لما تعرف الشخصية دي إيه دي مهمة جدا برضا يعني شخصية معامل صراح أصلا هو يعني مش معروف عنه إنه مثلا متعالي ولا مغرور ولا بالعكس اللي عمك الله بتحبه الناس بتحبه الجماهير بتحبه يعني رجل يعني يعني متواضع وسلكه معروف ومنتمي جدا لمصر وبيحاول يجي يلعب على طول وبيحاول يشارك في كل البطولات فده طبيعي منطقة أنا شايف وأنا أعتقد أنه حسام وإبراهيم من الزكاء أنه يعرف يتعامله معايا رحيل كابتول سامع ليه اعتذرت عن التواجد في الجهاز الفني المنتخل مصر والله بص هو طبعا هو إبراهيم تكلمني وكان حسام مسافر في ماتش الهلال السعودي ثم في مبارات النهائي في بطولة الأمم الإفريقية وكلمني أكتر من مرة وتكلمنا في حاجات كده أنا يعني ليه أسباب خاص أنا مش بالعكس أنا شوية رف إن أنا أشتغل معهم أنا قلت لك أنا عاشرتهم فترة طويلة جدا وإحنا لعيبة وعارفين بعض كويس قوي يعني يعني عشرة كبيرة فهم عارفين سلوكي وأنا عارف سلوكهم و وحتى يعني استمرارية الحقيقة ممكن تكون انقطعت عن بعض الناس لكن معهم هما بالذات إحنا مستمرين لغا دلوقتي يعني يعني علاقة طويلة جد حتى وإحنا مدربين حتى وإحنا فكان شرف بس أنا يمكن كان في عندي ظروف خاصة حسابات ليه معينة عشان كده بس حسابات ليه علاقة أنت حابب فكرة إننا بقى مدير فني مش حابب أننا بقى لا لا مش هادي الفكرة مش هادي الأساس يعني لكن ممكن تكون واحدة من الأسباب لكن مش هو ده السببب الرئيس ده منتخب مصري يعني حاجات خاصة بيه يعني لكن طبعا هم معهم جاس قوي جدا طبعا كلهم محتومين آه طبعا كابتن طريق سليمان رجل تاريخ كبير جدا كلاعب وسواء في المصري أو في منتخب مصر مدرب كبير جدا و و وشتغل معهم كتير وشتغل وحده كتير و رجل عامل عبد الواحد كمان كابتن عامل عبد الواحد واحد جدا اختيار مناسب جدا رجل آه اللعيب كان كبير كلعيب وكمان من اللعيبة اللي هي آه صوتها هادي يعني مش بتاع مشاكل و وعنده عقل وبيفكر متطور جدا متطور جدا اشتغل كتير جدا في نادي ودي دجلة مع مدربين كتير أجانب واحترف في الخارج و رجل يعني خباراته كبيرة جدا و رجل محترم يعني ايضا سعفان من مدربين الكويسين جدا وكان لعب عظيم في نادي الإسماعيلي طبعا ومنتخب مصر فهو جهاز متكامل وحتى الجهاز الإداري هم خلاص منسجمين فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وان شاء الله حقا وحاجة كويسة للمتخب تعالى بقى نروح للحدث الأبرز والأهم نهاي كأس مصري ومن الجمعة القادمة ان شاء الله بين الأهلي والزمالك بداية طبعا الحديث عن النادي الأهلي بشكل عام شايف في نادي دي أو فريق لو أفضلية على التاني في عزي المواجهة بص هو في الطبيعي لا بس في الظروف الحالية والأهلي عنده نسبة استقرار وتفوق أكتر نسبيا من نادي الزمالك لكن حسابات المباراة دي ما بتبقاش هي الحسابات المنطقية النظرية بكل حاجة قبل اللقاء صحيح يعني استقرارا ثبات التشكيل حتى الاستقرار مستر كولر بقاله أكتر من سنة وشوية خد بطولات كتيرة قوي مع النادي الأهلي وماتشات كتيرة جدا سواء إفريقية سواء في الدوري سواء كاز صفر لف كتير يعني حافز الناس كلها اللي عنده بقاله فترة فالأهلي مستقر أكتر نادي زبانك مستر جوميز رجل لسه جايب ما بقالوش مثلا اشتغل أربع ماتشات ولا حاجة بيستكشف الفرقة شفنا برضو تغييرات في بعض المباريات في المراكز في تشكيل الفرقة اللعبة الجداد كتير النادي الأهلي اللعبة الجداد عددهم قليل شوية يعني مش هتلاقي مفاجآت غير عادية في تشكيل الأهلي لكن زمانك ممكن ممكن لأنه في عدد كبير قوي دخل حوالي عشر صفقات فالاستقرار أكتر في النادي الأهلي لكن وفرص الأهلي أكبر ولكن أنا بقولك على الورق قبل اللقاء لكن ظروف المباراة مختلفة خالص من حيث بقى التحضير للمباراة الدوافع اللي هتبقى عند الفريقين أكيد دوافع كبيرة هنا وهنا ما فيش شك طبعا الحوافز المالية الكبيرة المحطوطة طبعا نشكر المملكة العربية السعودية على إقامتهم للمباراة دي والاستضافة طبعا نشكرهم جدا فبرضو الجوائز مالية كبيرة في حاجات كتيرة متعلقة باللعبة كاللعبة لها كل واحد عايز يثبت أنه هو مؤثر وخاصة كمان في لعبة جديدة في النادي الزمالك مثلا جايين عايزين يثبتوا أنه هم مؤثرين ومهمين أيضا في النادي الأهلي ولكن أنا قلت لك العدد أكبر في النادي الزمالك ففي حاجات كتيرة أوي حوالين المباراة هتبقى مؤثرة غير اللي أنا قلته لهو الحلمة قبل المباراة حلو فنيا بقى الأهلي في الفترات الأخيرة ماشي بشكل معقول جدا على مستوى النتائج سعود كمان متصدر لمجموعته في دوري أبطال أفراقيا مرسي القرار بقى حتى لجعلة تانية للنقطة اللي كان بيشتغل بها السنة اللي فاتت فكرة أنه أي تشكيلة بتلعب في الأهلي تلوقتي هي ماشي بشكل كويس بس أسألك أول السؤال فيما يخص الأهلي وتكلمني فنيا عن الفرقة كلها غيابه سامبه وعلي عن هذه المباراة ومؤثر قدية لا مش مؤثر مش مؤثر خالص لأنه مسام لعيب كويس ولعيب وعد وإن شاء الله ييجي مع النادي الأهلي بس لسه ما بقاش أساس الفرقة النادي الأهلي يعني لسه ما حطش رجله إنه يبقى تقول العيب ده غيابه مؤثر أو مش مؤثر ما وصلش للمرحلة دي أنا ممكن الكلام ده أقوله مثلاً لو حسن الشحات غاب لو إمام عشور غاب لو محمد عبد المنعم غاب لكن وسام كل اللي لعبه مباراة وعشر دقيقة أو ربع ساعة ولسه بيتحسس طريقه إنه يكون عنصر أساسي في النادي الآن لكن في وجود هو واخد مودست وكهربا كهربا هو طبعاً المهاجم الأول ولكن لظروف خاصة بقالوا ماتشين ما بلعبش الأسباب مع مستر كولر لكن هو خده في المعسكر دول فيبقى فيه كهربا ومودست ممارسكول قال إن كهربا هو المهاجم الثالث عندي دلوقتي لما الناس يقولون أنت زعلان من كهربا عندك مشكلة مع كهربا قال أنا أنا حلطه في الترتيب الثالث فممكن في بعض المباريات يبقى مش موجود لو أنا عندي اتنين مهاجمين جاهزين ترتيب كهربا في المرتبة الثالثة شايفه هو الترتيب الصحيح والسليم بالنسبة للمهاجمين الأهل دي وجهة نظر مستر كولر ومحترمها بس دي مش متعلقة بالنحية الفنية يعني اللي ياخد يدرس الموضوع كويس مش متعلقة بالنحية الفنية هي متعلقة بموقف معين اللي هو بتاع عدم السفر المبراطة أيوة ميدياما فهو بالنسبة للراجل هو شف كده بس أنت مش معايا يبقى خلاص يبقى فيه واحد والتاني وأنت بقى تبقى رقم ثلاثة لكن هو فيه الحقيقة على الواقع كهربا هو رقم واحد في المهاجمين بتوع النادي الآن في رأس الحرب يعني ده 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 مش أصدق مش كلام بيتقال أصدق أصدق هي الفكرة بإيه بس عدد مباريات عدد أهداف تأثير في الماتشات فهو كهربا بس هو موقف معين يعني الأمور هتتعدل تاني يعني بعد الوقت مباراة الكهز دي بقى الأهلي العبها إزاي على ضوء ما سبق والتغيرات كثيرة في التشكيلة بيعملها كل شوية والتدوير اللي بيعملوا مارسي الكولر التشكيلة الأنسب لهذه المواجهة والطريقة الأنسب للأهلي في هذه المواجهة تكون عاملها هو مستر كولر الفترة الأخيرة كلها بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة بيغير بعض الناس في بعض المباريات للتدوير عشان يريح بعض الناس عشان يصبط الترارية وغيابات الترارية عشان يدخل ناس تبقى جاهزة طول الموسم ما علي إن النادي الأهلي بيلعب بطولات كتير جداً فمحتاج عدد كبير يبقى مجاهز ولكن ولكن في تشكيل شبه ثابت للنادي الأهلي في المباريات المهمة بنسبة 80-90% يعني دلوقتي طبعاً ما تتكلم على أحراس المرمى أكيد مصطفى شبير وهو ماشي بخطة ثابتة بعد إصابة الشناوي هو الحارس الأول بقى له 3-4 ماتشات بيلعبهم لعبهم بشكل جيد وعنده ثبات فأكيد هو اللي هيلعب يعني على ضوء المعطيات صحيح هتيجي للأربعة اللي وراء برضو في أربعة في لعبه أساسيين وفي ناس بالدور حواليهم لكن الأربعة الأساسيين محمد هاني رامي ربيع بعد إصابة ياسر إبراهيم محمد عبد المنعم علي معلوس هو ده تشكيل الأهلي اللي معظم الماتشات هتلاقيها في إفريقيا أو في الدوري هتلاقيهم هما اللي بلعبهم أو في الماتشات هتبقى هما دول اللي بلعبهم هتلاقي بعض التغييرات تحصل هيبقى معهم أكرم توفيق الظروف ممكن معهم عمر كمال الظروف أو بقى إذا كان مستر كولر أنا بكلم من من رؤيتي كمحلل ولعيب قديم وكده باللي أنا متابعه وشايفه لكن ممكن يكون مستر كولر عنده يتنظر في حاجة معينة مفهوم نحن في النهاية منحاول نحط أرانا أو أفكارنا أنا بقولك ده طبيعي وده المنطقي ودوله على فكرة هو ماتش يعني لما تشوف التشكيل هتلاقيه تمانية منه هتلاقيهم في ماتش بعد بقر غالبا يعني أو تسعة هو كان أكرم في مكان هاني وهان هو اللي راكب الماتش في البقين كلهم أمه اللي كانوا بالعب طيب ده خط الدفاع وحرص المرمو وسط المرمو في مروان عطية ماشي مفهوش كلام صحيح إمام عشور مفهوش كلام وثالتهم كان واحد بقى من ثلاثة دي يانج اتصاب كان فترة بيلعب كوكا واتصاب ورجع تاني في ماتش يانج أفريكان كريم ندبد كريم ندبد الفترة الأخيرة صحيح وأحيانا أكرم توفيق قبلها أنا بتكلم الشكل الأساسي الأول آآ لا أنا ما بتكلمش لوقتي أكرم آآ على اللي شاركوا في الآخر لا لا بشكل عام معظم الماتشات لما تشوفها هتلاقي كده مرمونا عطية أنا ما بتكلمش على ماتش وعلى ماتشين أنا بتتكلم على التشكيل الأساسي هو كان مروان إمام ويبقى كان فترة دي يانج وبعد كده ركب معاهم كوكا في ماتشات كتيرة لما كوكا تصاب كان لسه عمر السلية بيرجع واحدة واحدة أحيانا بيلعب مكدي أفشة فهو إمام عشور ومروانة عطية أكيد هيمقوا موجودين هيلعب بقى واحد من ثلاثة يا كوكا يا عمر السلية يا أفشة يا أفشة حسب بقى هو مستر كولر عايز أنت تتصور أو الأنسى من وجهة نظرك برضو في الآخر هو هيختار حسب اللي شايفه في الفرقة أنا مش أنا 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 وجهة نظري نظري أن أفشة يلعب بس أنا أعتقد بالنسبة للمستر كولر لو لو كوكا سليم هو كان واضح أنه بيلعب كوكا ومروانة عطية وإمام أكتر في الفترات الأخيرة قبل ما كوكا يتصاب طب أسأل عليك سؤال وكوكا لسه راجع ماتش اللي فات اللي هو بتاع يانجا الأول كميلي التشكيله وبأكيد هسأل لك سؤال فيما يخص التلاتة الأدام في بيرستة ونحية المين دول ما هتلاقيهم معظم المتشاط أهم ما اللي بيلعبوها رأس الحربة في مودست وكهرب الجناحين دول معاهم ريدا سليم بس هما بيقال أنه تصاب بس هيبقى جاهز يعني مش يصابق بي كريم فؤاد طير محمد طهر مش هتتغير عن التلاتة دول كاعتياطي فحسين الشحات وبرستة وأكيد هيلعب هتبقى وجهة نظر بقى مستر كولر في مودست أو كهرب وجهة نظرك على وجهة نظري كهرباء بس بس ممكن هو يكون لوجهة نظر أخرى هو لحسابات أثناء المتش المتش ممكن يمشي لكسرطايم ممكن يمشي لضربات جزاء ممكن لحسابات خاصة بس أنا بقولك التشكيل الأساسي بتاع النادي الأهلي كده يعني أو المعظم المتشاط اللي كانت مؤثرة قبل كده كانت كده طيب كنتم سمع شايف كوكا وهو تقالك جدا قبل الإصابة قبل مع أسكر المنتخب من الوقت نكسره من الأفلكية كان عامل شغل عظيم جدا مع النادي الأهلي شايف لي كوكا الأنسب مركز تمانية ولا مركز ستة لو مركز مرونة عطية ولا مركز ست ست أقولك ليه هو كوكا لما يلعب تمانية لازم يكون فيه تمانية تاني أو بقى يبقى قرب لعشرة يعني واحد يكون عنده التكملة الهجومية والزيادة العددية مع المهاجمين أكتر من كوكا كوكا أقرب لستة يعني مش واضحة قوي فيه تمانية ماشي هو بلعبها بلعبها بس بس لسه ما وصلش المرحلة إنه بيعرف يكمل كتير مع التلاتة اللي قدام ما بيروحش مثلا هو يسدد ما بيروحش يدخل جواة 18 ويلعب بدماغه مثلا عشان يكمل لكن هو أقرب إنه أسلوب اللي هو بيقطع ويمكن بيمرر كويس تمرير لكن الحتة التانية دي اللي هي زي مثلا إمام عشور إنه يروح يكمل ويخش جواة 18 ويشوت ومش واضحة لسه أول في كوكا عشان كده هو أقرب لستة شوية دلوقتي يعني لسه ما وصلش للتمانية اللي هو بشكل واضح يعني آه يعني أنت فاهم يعني يعني أنت لا قادر تقول تمانية بشكل واضح ولا قادر تقول ستة بشكل واضح فاهم إمام عشور إمام عشور لو لعب مع أفشا في التمانيتين مش ما تمثلش خطورة على الأهلي دفاعيا ما تمثلش خطورة لا بص نص ملعب الزمالك غالبا ممكن يبقى فيه دنجة ممكن يبقى فيه رؤى ممكن يكون فيه عبدالله السعيد نفس اللي هتقوله عبدالله السعيد هتقوله على أفشا في كميات الجاري أنا ما تتكلم في كميات الجاري صحيح التوفيق بقى وعدم التوفيق من الأحسن بس أنا ما تتكلم على كميات الحركة والجاري إمام عشور مستو إنه لما بيلعب في نص الملعب حتى وهو تمانية لو خد تعليمات إنه يرجع كويس ويدفع مع الرقم ستة هيرجع يعني هو عنده دي ودي ساعات بتزيد عنده الجزء اللي هو بيكمل فيه قدام وساعات ممكن يتقدر تتحجمه شوية آه يعني هو لو بيشارك مع أفشا هتلاقيه بيدفع أكتر ما بيهاجم لا هيهاجم هيهاجم لو بيشارك مع كوكة هيهاجمه يعني عنده القدرات عشان كده فيه لعيبة وعنده إنت المداري بيقولك إيه أنا بحب اللعيبة اللي عندها مرونة في التكتيك فيه لعيبة بتعرف تركب كذا مكان وفيه لعيبة صعب تركبه في المكان يعني 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 مثلا على سبيل المثال أفشا مثلا مشتق بتجي تقول أفشا بإنه بيلعب ستة مهما أنت بقى هتقعد تقوله ومهما هتقعد تقوله ومهما هتقعد تحفزه هو ممكن يلعب جنب واحد ستة آه توقف شوية آه لكن هو مش هيبقى ستة صحيح يعني مش هيبقى ستة لكن فيه لعيبة وممكن يجيت في مكانه بس انا بتكلم ان فيه نوعية لعيبة بتاع عرف تلعب في اماكن كده فامام عشور من اللعيبة اللي لو قلت له تمانية بس توقف شو يعني توقف اكتر هيقدر يعمل كده لانه عنده الاحتكاكات وقطع القورة والاستخلاص القورة والجري والجهد يقدر يعمل دي ويقدر برضو يلعب لقدام اكتر وياخد مهام هجومية اكتر واحيانا كان بلعب في الجناح كمان صح ومستر كروش قبل كده لعبه في البكرايت لما لعبه على ساديو مانيلا وتفتكرت وقدها بشكل كوي ففيه لعيبة عندهم المرونة دي وكل فرقة على فكرة لازم يكون عندها نوعية لعيبة مش ضروري يكونوا في الخمسة وعشرين اللي معاية بس على الاقل نسبة منهم سبعة تمن لعيبة يكونوا تقدر تلعبوا مثلا بكي مينو بكش تقدر تلعبوا بكو هاف ممكن بكو وقلب تفاع جناح فيه نوعية لعبات تتأقلم على كده وفيه لعيبة ما تلعبش تلعب لغير فيما كان صحيح ويعني فإمام يقدر يلعب مع قبشة عادي جدا ومرونة عطية معهم يقدر يعملوا كده بس الله أعلم حل هيحصل كده أو لا صحيح احنا لسا مكاملين مع الكابتن الكبير كابتن قسامة عربي بعد الفاصل نواصل خليكم معنا أنا هسأل الكابتن قسامة أيضا عن الزمالك وإزاي وجهة نظره كمان أو انتباعاته دايما نحب أستخدم ألفاظ انتباعاته عن جوزي جميز بس الأول قبل ما أقفل حكاية الأهل وإزاي هيلعب المباراة هسألك على إمام عشور انت عشرت وشفت كتير قوي لعيبة تمشي من الزمالك لعيبة تمشي من الزمالك تروح الأهل في أول مباراة كمه بيلعب قدام فرقيته القديمة اللي هو الغريم التقليدي نادي الزمالك تتوقع تأثير سلبي على إمام عشور ولا تأثير إيجابي هي دي أولا لازم أعداد كويسة معاها قبل الماتش من مش من مستر كولر بس من واحد زي سامي قمصان بحكم أنه مصري وعرف ماتشات أليو الزمالك في الدكتور الموافق طبعا 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 لا أنا بتكلم حتى طبعا بعيد عن خصائق النفس المدرب اللي هو قريب وحاضر التدريبات وعارف وعارف ولعب ماتشات أليو الزمالك وورده لي كلام معاها وحد زي خالد بيبو راجل لعب ماتشات أليو الزمالك وعارف أنه يعني إيه هدوء يعني إيه تركيز يعني وورده يتكلم معاها كل الحاجات دي تهيئة لي قبل الماتش لأنه الدوافع هتبقى عالية عنده أي واحد جديد طبعا 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 العهال كل اللعبها ماتشات أليو الزمالك ولكن الجديد ده اللي عايز يزبط نفسه وهو منتقل من نادي هيبقى الدوافع عالية عنده جديد بس الدوافع دي والروح اللي عايز يلعب بيها وبتاع دي ممكن تاخده الحتة اللي هي أوفر شوية اللي هي بقى تخش في العصبية شوية تخش في التهور شوية تخش في النرفازة شوية فتبعده عن الموضوع فهو لازم يتزبط الحتة دي بس لكن هو كإمكانات لعيب لعيب كبير طبعا ولعيب من أهم استفقات اللي جات للنادي الأهلي ولعيب مؤثر وأنا قلت لك بيلعب في أكتر من مكان صحيح بيعاف شوط ويجيب جوان بيعاف جيب جوان حتى من داخل التمنتاشر غير التزديد يعني منت توقع له يبقى بيعاف يدافع طبعا منت توقع له هيبقى من نجوم الأهلي في المجاهة دي على الضوء ما قدامه في الفترات اللي فاتوا على ضوء الشخصية وتحديدك للشخصية والمهارات والإمكانيات واشدوف المباراة طبعا طالق مين بص هو أقوى يعني أنا ممكن تكون لها رؤية بس إذا ساعات ما تشطى أوز مالك بيجي لك واحد كده أنت مش روح يبقى لك منه خالص ويطلعوا نجم المباراة لكن بصفة عامة واحد زي محمد عبد المنع أكيد لأنه عنده كمان ثبات انفعالي و تالعيب كبير والشخصية في المبارات الكبيرة جدا أه إما معشور لأنه ممكن التزديد والحاجات دي تكون مؤثرة في ماتش زي دوة وفي وسط الجماهير حسين الشحات لعيب يعرف يجيب جون في أي وقت ويبقى مؤثر مجد أفشى حتى لو مش أساسي بس عشان هدوءه بيعرف يلعب بطشات أهل وزمالك بطشات أهل وزمالك عايزة لعيب هادي بيعرف يفكر ما يبقاش متوتر يعرف يقدر يعمل تمريرة يقدر يروح شوت صوتة يخش جوة 18 ففي ناس كتيرة ممكن تبقى ليها بصمة في المرة دي من جانب النادي الأحلي هرجع لك تاني للزمالك انت بعاطك عن البرتغالي جوزي جوميزي الموديل الفني لنادي الزمالك لا يا بربع مبوريات يعني ما نقدرش نحكم عليه كان مدرب بالتأكيد جيد ولا لأ مع نادي الزمالك شنو برضو كان مدرب جيد قبل كده انت بعاطك عنه يعني هو واضح ان هو في مرحلة استكشاف لانه بيغير كتير جدا لما تيجي تشوف مثلا تشكيل الزمالك في مدشة داخلية تلاقيه مختلف شوية كتير عن مدشة بوسليم خاصة كمان ان فيه لعبة مش متأيدة يعني مع هو ان هو جديد وكمان فيه لعبة مثلا زي عبدالله مثلا مش متأيد افريقيا من تلعب في الدورة بيغير شوية في التشكيلات عشان عايز يوصل للشكل السابت او الاقرب للسبات بالنسباله جرب الناس كتير في مراكز يعني شوفنا مثلا عمر الجبل بيلعب باكرايت وبيلعب باكليفت قبل كده نضاي لعب باكليفت الزناري مثلا بيلعب سردباك لعب باكرايت ما تشيل الاخير بتاع الداخلية اللعب نص بيلعب كذا حاجة مرا سيفو وديانج مرا سيفو 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 لا لا دونجا دونجا سيفو دونجا مرا دونجا وروقا مرا صفا شرب شمال مرا ناصر ماهر شمال يعني الاخر ماتش اللاعب مثلا ناصر ماهر ناعد شمال وعبدالله صحية وزيزو التلاتة اللي كانوا تحت ناصر ماهر ناصر منسي ممكن تلاقي الجزيرة قدام فهو تغييرات كتيرة وتبديلات كتيرة آآ لكن من مواجهة النادي الاهلي ما فيش شك دي صعبة عليه آآ طبعا مواجهة الاهلي مختلفة خالص مختلفة من حيس الجماهير اللي هو هيشوفها في الملعب آآ من سواء طبعا من اهل وزمالك بس انا بتكلم من جمهور الاهلي يعني هيلاقي ملعب مليان مش هيبقى زي ما بيلعب هو هنا ومسلا جمهور الزمالك معظم هو اللي موجود او زي حتى لو عدد صغير بس جمهور الزمالك هو اللي موجود آآ هلاقي ملعب مليان هلاقي هيواجه لعيبة مستويات اعلى بكتير من اللي هو لعبها سواء الداخلية سواء ابو سليم سواء ماتشات اللي تلعبت يعني آآ آآ هلاقي كميات جارية حتى بدنيا اعلى بكتير من الفرق الاخرى آآ هيلاقي مستويات في لعبها كتيرة يعني ممكن في بعض الفرق اللي لعبها هتلاقي التركيز في واحد او اتنين هو اللي باين اوي ومؤسر هو ممكن هيواجه خمسة ستة هيبقى ليهم تقلي في الملعب صحيح يعني زي معلول زي حسين زي بيرسي زي لو لو ريدا سليم امام عشور صحيح هلاقي كتير هلاقي تغييرات كتير هاني بيطلعوا بيعمل قبراته يعني الشكل هيبقى مختلف فاكيد هتبقى المباراة صعبة للفرقتين لكن مستر جوميس بحيث ان هي حيث ان هي اول مباراة لي وهو كمان لسه ما بقولوش كتير اوفنات زمالك فاكيد هتبقى المباراة مسهلة بالنسبة له يعني بالتأكيد كابتن قسامة دايما تشرف ودايما تنور الله يخلي الله يخلي ما سألتنيش بس سؤال على عبدالله السعيد فضل عبدالله السعيد العيب كبير طبعا والماتش ده بالنسبة له اعتقد هيبقى مهم جد فبرده هيبقى من لعبها الخطر على فكرة في ماتش الهل والزمالك لانه اكيد هيبقى مركز فيه جامل طبعا انت بتقول لي على السؤال اللي هو زي ما سألتني عن امام عشور بس كده وهي مواجهة اولى بس انا امتل ما سألتش عبدالله السعيد عشان عبدالله السعيد واجه الاهلي لما خرج من الاهلي بس ما واجهش اهلي وزمالك اهلي وزمالك هيلاقي الملعب نصه اهلي ونصه زمالك مثلا يعني اهو حتى لو حده اكتر شوية بس يعني طبعا سألتش حلال فانيلا مختلفة فانا اقصد برضو في لعبك كبار في الناس زمالك هيبقى ليهم تأسير زي زيزو زي جيكابالا لو لعب سواء ابتدأ او من نزل او الفتوح يعني هيبقى انا عايز تقول لك السؤال توقع مين في المواجهة اولى قدام فريق والقديم يعني امام عشور عبدالله السعيد مين ممكن يظهر بشكل افضل مع فريقتهم لا اصوه انا قلت لك متوقفة على حاجات كتير هم الاثنين اللي عيبك بار حلو الاثنين عندهم امكانيات عبدالله يتفوق بالخبرة عبدالله يتفوق بالخبرة امام يتفوق بالشباب وكميات الجري والحركة والجهد العالي مع الامكانات الفنية برضو عند امام صحية فماش هتقدر تقول لكن هم الاثنين اللي عيبها ممكن يبقى ليهم تأسير في المباراة يعني فاكيد هي المباراة هتبقى صعبة على الفرقتين لكن اتمنى ان هي تبقى مباراة حلوة ايوة قلت يا كابتل مصامة في الاول عايزين نشوف مباراة نفتخر بيها ايوة نقول احنا احنا كوروة مصرية دي حقيقة يعني ديربي الوطن العربي كله اهم ديربي معمول في المملكة العربية السعودية في الاجواء كمان الدوري السعودي فيها فلما يبقى المطش حلو بالجماير دي كلها وبتاع برضو انت كمصر الليك مكانة معينة ولعبة معينين فان شاء الله يطلعوا بمطش كويس الفرقتين وان كان طبعا انا من جوايا هتمنى اكيد اكيد هتمنى الاهلي يكسب اكيد ما فيهاش خلاف زي ما جماير الزمالك او لعبت زمالك هتمنوا الزمالك يكسب طبعا اتطوبيل الفرقتين شكرا كابتن وصامة دايما بتتنوارنا شكرا 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 جزيلا احنا لسه بكملين مع حضراتكم بعض الفاصل كابتن رامي سعيد ومصطفى عفضة العباء الاهلي السابقين هيكونوا معانا في رقم عشر خليكم معا يعلم بحضراتكم مرة اخرى شرفني ونورني في هزي الفاكرة كابتن رامي سعيد ومصطفى عفضة العباء الاهلي السابقين كابتن رامي بنور الدنيا نورك يا كريم وانت عارف انه انا مبسوط انا معاك ومبسوط ان عفرت معايا بقى لي فترة كتيرة مشوفت مش انا اتبسطي والله ان انا شوفت نور الدنيا عفوا حبيب يا كريم مبسوط اللي انا معاكم مع كابتن رامي يعني وكابتن رامي يعني من الناس اللي انا تفرجت عليها ايام ما كنت في ناشيين الاهلي وكان لسه جاي صفقة للنادي الاهلي كان باك رايت بردك من الباكات رايت اللي هي تحب تتفرج عليها فكنت بروح اللي استادة اتفرج ساعتها وكنت شايف كابتن رامي هنا حبيبنا كلها الصوت فا حلوة يعني يعني كنت بتتفرج عليه وابقى جنبه يعني فده شرف شرف لي شرف لي كابتن عفروضته كان بيقول لي حاجة قبل ما تخش رامي كابتن رامي مهمة جدا والله عايز ابدأ بي عجبتني يعني كده عفروضته كنت بيتناقش معايا عن فكرة السوشيل ميديا والشباب دلوقتي وفكرة انه الناس بتخش تهاجم واحيانا بيبقى فيه إساءات والموضوع كان بيرحقه جدا يعني الدائل ايه والله يا كريم بص يعني انت اوقات كتير اوي بيبقى مش واخد بالك من حاجات ولكن اللي حواليك مثلا انا مش متأثر اوي بالشكل اللي هو اليوم او الرئيس على السوشيل ميديا ولكن غصبا عنك الموضوع دوت بقى انت بشر يعني انت غصبا عنك بشر فلما بتجي تتكلم على حد او او تقول كلمة او تكتب حاجة فالناس بتاخدها بطريقة سلبية خالص ما برضوك انت زي ما انت ما كتبت عليا واتكلمت عليا فبرضوك حسي اللي انا بشر والدين الحرية برضوك اللي انا ممكن اعبر عن نفسي يعني مش كل واحد مثلا انا مثلا كريم بيعبر بطريقة غير كابت الرامي غير عفرطو فكل واحد مثلا عشان نوصل وجهات النظر لبعض فانت بتاخد وقت لا والله ما ينفعش طول وجهة نظرك لازم وجهة نظرك ديت او شواء وجهة نظر عشان بالزبط اوه يعني ويسير رغم اسمائي وجهة نظرك لا اما نتخاني مع بعض او اي اما لازم طيب كابت الرامي بالمناسبة ايهما اصعب الهجوم والانتقاد على السوشيال ميديا ولا في المدرجات لما كان يبقى في الجماهير في المدرجات لا طبعا في المدرجات وما كنا بنلعب طبعا الجماهير بتبقى مليا الملعب لا دي اللي بتبقى اصعب من السوشيال ميديا بكتير يعني على الاقل انت بتبقى يعني ايه في الملعب نفسه انا يعني السوشيال ميديا انت بتقرأ او يعني بتشوفها بالصدفة وكده لكن انت في قلب الملعب اه لا يبقى الموضوع صعب جدا بس انا الرياضية بنهاجم يعني احنا المفروض ده برنامج رياضي يعني المفروض نتكلم على الكورة على المصاري الصح اللي احنا نمشي فيه اه نتكلم ننصح بس ممكن اقولك حاجة بس انا مش اقطعك والله تفضل بس هي احقاك للحقوانا مش عشان بشتغل في العلام فرحانا اقولك الجملة دي بس هي مش كل هو في بعض لا انا مش بتكلم على على كل لا لا على برامج معينة وبصراحة بصراحة شديدة كابتن رامي برضو انا والله بكلمك كمشاهد زي زيك اصبحت كلها مش كان ممكن في وقت من الوقت عدد كبير من البرامج دلوقت كلها من البرامج او كلها من الناس اللي بشتغل في الاعلام ممكن يعملوا اللي احراب طب ليه يعني ليه هو انت دلوقتي احنا دلوقتي بنتكلم لصالح الكورة المصرية او انت مسلا ما بتتكلم على الشيشة ما في ناشئين وبراعم المصغرين بيتفرج عليك هم ما يعرفوش الدنيا دي هم بياخدوا منك الكلمة الصح او المعلومة المزبوطة عشان يتعلموا اذا كان لعب كورة بيتفرج عليك او بنا ادم عادي بيحب الكورة علموا يعني اتكلم في كلام المزبوط مش اطلع كل همي عشان اعمل تريند النفسي ان انا هاجم لعيبة وهاجم مدير فني وهاجم طب ايه الاستفادة او ايه الجدعانة اتاخد تريند انتقدوا من حققك تنتقد وبالمنطق بالزبط مش اللي هو انا هقول ايه مسلا رمز ايه ما بيعرفش لعب كورة يعني ايه ما بيعرفش لعب كورة يعني ايه ممكن تقول مثلا المبرادين مكانش موفق بالزبط والله ما عداش ادواره الدفعية بشكل اوضح بادب اوضح بزروب احنا انا احنا في يعني اما طلعنا بتطقون افريقيا احنا في دي كارسة كبيرة طبق والناس احنا غطيناها بحاجات تانية يعني مش عايزة اخش في حوارات لكن هي اتغطت وما حدش جاب المعلومة او السيرة ان احنا طلعنا ازاي يعني انت دي كارسة الكوارس ان انت تلعب اربع مبارات ما تكسبش ومن فرق يعني مش عايزة تكلم منتخبات احنا كلنا باللعبة نكسب اربعة خمسة ولا ستة وانت نايم فدي كارسة كبيرة فين المصاري الصح للكورة المصرية فين ان انت ابدأ ارتب وابدأ اتكلم كلام مصبوط وابدأ اشوف احنا وقعنا في ايه ونمشي صح فهي دي مشكلة كبيرة كل تركزنا احنا وقعنا مثلا في البطولة امسك المدرب ده اسلوخه امسك اللعيبة دي امسك محمد صلاح يعني محمد صح كيمة كبيرة في الكورة المصرية بنتشرف فيه وحاجة عظيمة لمصر عاملها الناس بتقطع فيه تقطع في محمد صلاح تيجي ازاي يعني تيجي ازاي وراجل يعني تفكر يعني راجل زي محمد صلاح عفرطته هيفكر انه هو يخلع من مباراة واصابة لا لا يا جماعة ده محمد صلاح لو وقف في الملعب دي حاجة عظيمة حاجة كبيرة حاجة محمد صلاح متقلنا محمد صلاح وجوده متقلنا حلو جميعا ما ينفعش حد يتكلم على محمد صلاح حلو بالمناسبة الحكاية بتاعت محمد صلاح دي والله يا كريم بص انا حسس اللي الموضوع بقى عند مين بيعمل مع مين يعني تحس اللي الموضوع بقى عند احنا دلوقتي عايزين نخطرنا لما كلوب تلقى يتكلم فاحنا دلوقتي عايزين نرد بشكل ما نفرد عضلاتنا لا احنا المنتخب بتاعنا احنا مش بندور على على الكيمة الحقيقية واللاعب بتاعنا اللي هو الوجهة بتاعتنا المشرفة محمد صلاح مش بندور على مصلحته اللي رياحك واشنا نعمله لك بس عشان ابقى امين معاك منذ لحظات قلت ان اتحاد الكورة طبعا بالتنصيق مع الجهاز الفني المنتخب مصر بعته اللي فاربول قالولهم ان احنا موفقين على عفاق محمد صلاح المعسكر القادم لو ما شاركش في اي مباراة قبل المعسكر وده برضو كلام منطقة يا كريم ده الطبيعي وده المساري اللي المفروض نمشي عليه ولكن انا باتكلم اكريم في ايه الموضوع دلوقتي محمد صلاح غصب عننا غصب عننا لازم كل المعلومات اللي عنده لازم كلاته بقى للرأي العام لازم انه بعارفين كل حياته لانه هو النجم المفضل بتاعنا ومحمد صلاح اللاعب الوحيد يا كريم اللي هو فوق النجد مع احترام لاي حد فوق النجد اه والله فوق النجد انت ما ينفعش حد يتكلم على محمد صلاح يا جماع انتوا انتم متخيلين محمد صلاح الانجازات اللي عملها برا والانجازات اللي عملها في منتخب مصر ده فاضل له مش عارف عشر تجون أو 11 جن ويبقى الهدف التاريخي أنتوا يا جماعة بتهزروه أنتوا بتتكلموا على إيه هو أي حد عايز محمد صلاح ده عادي كده نتكلم عليه عادي أنت هتتكلم على محمد صلاح بس اللي هو راجل عنده طاقة إيجابية نوصلها للشباب اللي طلع ده النموذج ده مش هيتكرر تاني يا كريم شاء الله يتكرر الله أعلم أنا أنا صعب يعني يتكرر تاني ما فيش محمد صلاح تاني ليه محمد صلاح أنا صعب ربنا هو العالم بالغير طبعا طبعا نتمنى اللي يطلع بس أنا بتكلم يا كريم في نقطة يعني يا جماعة أنتوا عارفين يعني إيه محمد صلاح برا أنتوا بجد يا جماعة أنتوا سافرتوا برا وشوفتوا الناس بتتكلم على محمد صلاح إزاي ما تجيني سافر الناس كلها بتتكلم على محمد صلاح أنا معاك بس أنت بقى لو تشوفي الناس بجد بقى فيس تو فيس كده يا كريم لأ أنت تتشرف وتقول لنا من بلد محمد صلاح أقول لك مفاجأة أقول لك مش مفاجأة يعني دي يعني حاجة معروفة لما كنت في روسيا في كاس العالم أنا فاكر في 2018 وكانوا بيقابلونا الناس ويكلاموا معاينة يعني فتقول إنك مصري صلاح أنت تقول مصري يقول لك مو صلاح صلاح بلاش كده بقى تقول مصري لو هم غنيين الأغنية بتاع الجبان لفنبول لصلاح ده طبعا بالكراس مع كل دول العالم قول مصري دلوقتي مرتبط للناس اللي تحب الكرة في العالم يعني تقول لهم مصري يقول لك محمد صلاح طب كريم أنا في نقطة معلش أنا بقطعك طبعا لا فرص لاكس هو إحنا كريم بنيجي في الهايفا ونتصدر ونسيب الحاجات اللي هي المهمة يعني أنت سايب اتحاد الكرة بالفشل اللي هو فيه ده كله والكوارس اللي هي فيه ده كلها وفالحين بس أصلي وفقوا على الإعفاء لمحمد صلاح أصلي مش عادي وسايبين الكوارس والحاجات اللي حصلت فينا دي في أمم أفريقيا والموضوع يعد عادي والراجل ياخد مش عارف شرط جزائي ستين ستمائة ألف يروع ده طبيعي عادي ومحيزش يتساعل لا يعني طيب أنا عندي فكرة حلوة اللي فات مات لا أما فيش يا كريم ما صوتش اللي مات ما صوتش مات أنا بجأ أنا مش بهذه لا 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 ما بص اللي فات مات دو لا مش قولك ما تقولش لا مش قصدي يعني اللي فات مات دو لما يبقى مثلا إحنا لعبين ماتش ومش موفقين استعدنا كويس لبطولة وخرجنا منها يمكن يا كريم أنت تلعب الماتشات كلها تلات ماتشات ولا أربعة ماتشات متعدل فيهم يعني فيه لأ فيه كوارث ما أصلي بص يا كريم ربنا يعني إيه عرفوه بالعقل فأنت بتاخد بالأسباب عشان ربنا يديك أنت إيه الأسباب اللي أنت خدت بيها أنت كل الفرق اللي لعبتها مع المنتخب كلها ضعيفة قبل ما توصل لأمم أفريقيا إيه الاستعداد أو المعسكر القوي اللي أنت عملته قبل بطولة أفريقيا كابتل رومي مفيش عتولي معسكر قوي المنتخب عمله وفي الآخر تقولي أصلي المدرب فتوريا عنده مشروع نعم البطولة دي يا كريم يعني يعني الجماعة تبتذره يعني البطولة دي المفضلة والجماهير مصر واللي بتفرح الشعب انت فاهم فالعملية بتبقى صعبة يعني لوحة زعل يعني هم نتكلم إن إحنا زعلانين مية في المية نفسينا ناخد البطولة وكان نفسينا نعب نهائي وأنا مش عايزة أطحق كم لا خالص أنا عايزة أتكلم بس أنا عايزة ألحقك كلم على البطولة يا وزي ماكش هستغلوا وجودكم بس الأول إن شاء الله كل التوفيلي كابتل حسين وبرين تطيفوا معي أكيد طبعا أكيد طبعا طبعا إن شاء الله إن شاء الله يعني التبقى المسندة كابتل حسين برضو وكابتل بريمون موكيمة دميرة فكرة مصرية ده أكيد واتأخرت يعني موضوع كابتل حسين أنا واحد من ناس بغض النظر عن أي حاجة فالنقطة اللي عايزة أكلمها إن أنا واحد من ناس أما كنت بشوف كابتل حسين بمرة عندها كان بيصعب علي بصراحة لإني مش ده وجوده كابتل حسين وجوده من أول مبطل لازم يبقى لي مكان غير دي خالص كان يمسك منتخب أو يبقى حاجة في تحدي الكرة لإنه وقيمة كبيرة جدا في الكرة مصرية أتمنى له التوفيق وأتمنى له المسندة ويبعدوا عنه سوفوا يشتغل إن شاء الله مباراة الأهل والزمالك في نهاية كاس يوم الجمعة شايف هالزهري إنت عارف أخير مباراة الأهل والزمالك دي بيبقى ليها حسابات معينة مباراة طبعا مش سهلة مباراة قوية نادي الزمالك دعم بلعيبة كويسة النادي الأهلي برضو إنت عارف النادي الأهلي في المباريات اللي هي بتبقى يعني النهائيات والحاجات دي بيبقى تحس إنه هو ليه حاجات كده معينة ميستر كولر مدرب زكي مدرب فاهم وعارف المباراة والرجل تأقلم خلاص عارف مباراة الزمالك بتبقى عاملة إزاي النهائيات بتبقى عاملة إزاي فهتبقى مباراة قوية طبعا بس أتمنى طبعا النادي الأهلي يحسم الموضوع وياخد الكاسي عظيم جدا شايف الأهلي المفروض يلعب إزاي كابتن عفلوته في هذه المواجهة بتشكيلة أو بطريقة والله يا كريم بص يعني هو إيه في حاجتين لو هنتكلم على الورق حاجة ولو هتتكلم على المطشاط دي هتا كابتن اللعبة بتستناها حاجة تانية خلص حالة تانية خلص صحيح فأنت كريم استكرار عندي النادي الأهلي الأجهز النادي الأهلي طبعا لسه إدارة جديدة جاية مسك نادي الزمالك جهاز فن جديد جهاز فن جديد لعيبة جديدة فعندك الحتة اللي على الورق لا تقولي الأهلي هيكسب ولكن المطشاط بتاعت الأهلي للزمالك ما ينفعش توقع فيها حالص لإني المطشاط دي هتا كريم بتقف عليها حلة واحدة بس على حسب حالتك اليوم حالت اللعبة والفرقة حلتك اليوم الفرقة اللي حالتها أحسن واللي حالتها كويسة والموت بتاعها أحسن هي اللي بتكسب لأن أهل وزمالك معظم اللعبة بتستنى المطشط دي يا كريم صحيح فعلى الورق الأهل يكسب يمكن ورق كواليس وعلى حسب حالتك أنت لا الموضوع يبقى صعب 50-50 أكيد شعب تشكيلة الأهل المناسبة للمبرادية تكون فيها أكيد ده شوبر كل التوفيق ليه هاني ربيعة محمد عبد المنعم علي معلول مروان إمام عشور كوكا أحسن الشحات أو أتمنى كهرباء أتمنى كهرباء أتمنى كهرباء ما فيه الغر موديست أو كهرباء لأأتمنى كهرباء أوك execution أوكem لمعلشة كريمة كرة دي يعني الناس كلها بتشوفها فأنا لحد دلوقتي يعني حسس اللي هو لسه يعني لسه بدنيا مش جاهز وأنا ما أتوقعش إن كهرباء يبدأ موديست يبدأ يريد موديست يبدأ لا، هو زي ما قال عفرط والتشكيل ده المناسب للمجراطة يعني التشكيل مين هو مودستي بقى؟ مين؟ مين هو مودستي؟ يعني قصد يا كريم يعني انت السيفي بتاعه قوي قوي صح ولكن يا كريم لسه مداش مش ده الفيرجوت بتاع النادي الأهلي ده ده حتى يعني المفروض ألف به كورة إزاي قفزتلي من الكورة، إزاي ألف، إزاي يعني أنا شفت الأهدف بتاعته لأ عالمي صح ولكن مش عارف أنا حسس اللي هو لسه مش جاهز يعني عشان بردو كعني هو مش كلا ان هو بردو جاي سنة عفرطة يعني ماشي بس لا ما هو خلاص هي السنة دي خلاص سنة بتخلص يعني لأ يعني أنا قصدي خلاص هو كم شهر هيخد له فيهم إن شاء الله كم بطولة وهيعمل تاريخ اللي هو عمل بطولة في نادي كبير ونادي عظيم زي النادي الأهلي وخلاص بس كده ويمشي وخلاص وسهلك وخلاص وقسام ده إن شاء الله هو المستقبل بتاعنا يعني بإذنك يا رب طيب إمام عشور مواجهة زي دي أول مواجهة قدام فاليه والقديم نادي الزمالك شايف إمام عشور في المباراة دي هيظهر إزاي؟ هيطلع كل قوته في المباراة دي لإن طبعا قبل ما أمام يروح الأهلي كان الكلام والأقويل إن هو مش هيبقى زي مكان في نادي الزمالك ولا هيعمل زي نادي الزمالك أنا شايف إمام من أول مراحل النادي الزمالي يعني أما بدأ يعني مش إمام شوية لكن المباراة جابته بقى من أحسن لعيبة في فرقة النادي الزمالي وبيفرق مع النادي الزمالي فأتوقع إن إمام هتلاقي شكل تاني خالص هيو أمركز تركيز مية في المية هو عايز يكسب طبعا وبطولة وأول مباراة بقى آله زمالك فتبقى العملية صعبة جدا فأتوقع له يعني إمام هيعمل مباراة قوي جدا وإمام اللي إحنا عارفينه هو لعيد كويس في لعيبة المباراة لزي دي تأثر عليها سربايا جدا يبقى شمركزين ويبقى مضغوط نفسيا ويبقى عصبي ومتعصب وفي لعيبة تانية لا بيطلع بقى كل المجهود البدني والعصبية دي بأداء كويس إمام عشور تتوقع هيعمل ليه في المباراة دي؟ يعني إمام عشور متهيائلي يعني يعني غير اللي هو فارق معنا إمكانياته تسمح له اللي هو يعمل كل حاجة كريم في المباراة دي؟ يعني إمكانياته الفردية والبدنية؟ لا تسمح له اللي هو زي ما الكابتن بيتكلم يعني هيطلع حاجات عنده لا أنا عايز أزبط بقى اللي أنا أنتو بتتكلموا علي اللي أنا سيبتوكو اللي أنتو مش عارف أنا تخليت عن نوكو لا طب تعالوا في الملعب بقى نشوف القصة دي مع بعض فأكيد إمام عشور هيبقى عنده حافز قوي قوي ده اللي هعمله برضو عبدالله سعيد؟ كنت لسه هجي لك بقى يعني إنت برضو عندك حاجتين في المباراة فالناس كلها قاعدة يعني إنت عندك مباراة أهل وزمالك نهائك اسماص وعندك كذا مباراة إيه ما بين اللعيبة الناس الجماهير عايزة تشوف وتحكم على عبدالله السعيد والناس عايزة تشوف وتحكم على مام عشور فالموضوع هيبقى مشوك والموضوع هيبقى جميل لأن كل واحد فيهم لأ ده لعب كبير وده لعب كبير فالاتنين عايزين يثبتوا وكل واحد عايز يثبت إلا أنا لأ جدير إلا أنا جيت الزمالك والبست تشيرت الزمالك وأنا جدير اللي أنا لبست تشيرت النادي الأهلي وكل واحدة كريم برضو ككريم يعني فيه نقطة أنت بتلعب نهائي فبردوك دي الموضوع هيبقى لا بطولة مش مجرد مباراة وثلاث نقطة بالظبط يعني يعني أنت أهلي وزمالك والجماهير هناك والموضوع هيبقى لا يعني أكيد فيه حاجات وراك كواليس كده فالناس هتبقى عدم مستنياها طيب أتوقع تعلقه في المباراة دي يا كابتن ربي سواء هنا أو هناك طبعاً هو ماشي بخطة يعني سبتة وفرق مع النادي الأهلي وحسين من اللعيبة يا كريمي اللي عندها حلول يعني حسين فيه حاجات في الملعب كده عفروض تعرفها أكيد فيه لعيب كده بيبقى عنده حلول يعني لازم وجوده في الملعب حسين من اللعبة دي عنده حلول لعب كويس طبعاً فهيفرق طبعاً مع النادي الأهلي واللي هيفرق في المباراة دي نص ملعب النادي الأهلي نص ملعب النادي الأهلي اما بيوقع فايق مثلا بتاع تسعين في المية من مكسب النادي الاهلي في المبراط اما بيكون نص ملعبه فايق طبعا حسين انا شايف انه هو لو فحلته هيبقى حاجة تانية وبرستاه برضو لو فحلته هيعمل الفارق بخلاف نص ملعب الزمالك انا شايف طبعا عبدالله طبعا عبدالله طبعا يعني مش هنختلف عليه في الكورا انه اللعب كبير فعبدالله لو فايق هيفرق طبعا معني الزمالك بخلاف زيزو طبعا فانا شايف انه دول لو فايقين نادي الزمالك هيبقى ليه شكل تاني خالص نفس الامر يا عفض اكيد زي ما يعني مش هزود على كلام الكابتن رامي طبعا انت عندك عبدالله السعيد وعندك زيزو وعندك اوباما عندك كاشكبالة طبعا سواء هيبدأ او هيعد احتياطي يقدر الرجل يستغله في الشوت التاني لأ عندك هنا نجوم وعندك هنا نجوم وعندك ناس تقدر تغيرلك مجرى المباراة سواء هنا بس انا توقعتي بقى كريم اللي ما براه هتقلص دربات جزاء يعني انا احساسي كده بحاجة هيجيب اهداف يعني حاسس الموضوع يبقى في تحفز هنا كابتن وفي تحفز هنا كبير يعني انا احساسي دوت يعني انا مشكل لاتجاه دوت والله اعلم لا مش هتلصى دربات جزاء النادي الاعلى يكسب قبل قبل موضوع دربات جزاء النادي الاعلى يكون حاسم الموضوع بس الماتشاط دي اللي حسيها كريم اللي كان موجود في المطبخ صح النادي الاعلى طول عمره كده وفروض طبعا جوا النادي الاعلى من هو قد كده يعني فعارف الماتشاط الاعلى والزمالك دي بيبقى ليها حسابات خاصة صح في لعيبة بنتلم بين الشحن في شحن المباراة دي المباراة قوية مباراة تفرق معنا انت هتلاعب النادي الزمالك جايب صفقات جديدة لو خسرنا المباراة دي يبقى الموضوع صعب علينا جدا ايوه وصلت المباراة بالبطولة الموضوع يبقى صعب جدا والاستفاقات الجديدة كسبت فالدنيا اللعيبة عرفة وحفظة وعارفين المباراة دي هتعمل ايه لو النادي الاعلى كسب وهتعمل ايه النادي الاعلى لو خسر النادي الاعلى ما بيعودش يزع الجمهور قولي نتيجة عشان انا بسجل الكلام ده وتبعيدوا بعد الماتشاط اتنين سفر اتنين سفر لا قولي بقى مين جابهم هايجبهم بالمر هجبهم دي بقى متعكين سفر بتاعت ربنا بقى يعني انا شايف يعني بدسيف بتاعت ربنا باقى انا شايف مسين اقرب ا Nova وانا بقول يعني احساسي كده جاء لية أقين كده ان مودست ممكن يسجل في المبارات انا بقولك احساسي بدي مش عارف ليه عندي احساس ان مودست هيسجل في المبارات انا استبعدة بصراحة كابتين ديت مش عايزك بقى تعمل له أنت اتوافر بقى احساس. احساس. زي ما توقعنا. انا كريم توقعاتي يعني بص كاميرا بتسجل. انا توقعاتي. في تحفز هنا وهنا سفر سفر والاهلة يحسنها في ضربات الجزاء ان شاء الله. طيب. عايز عليك ايه فكرة اه رأيك في فكرة مارسي كوروري ان محمود عمام الكهرباء هو المناجم التالت في الاهلي بعد مودست ووسام ابو علي. رأيك ايه? اه رأيك يا كريم اللي هو الموقف الاخير تقريبا. بتاع مباراة ميدياما ده اللي اه اللي انت يعني تخليت عن الفرقة ولكن هو كان عنده ظرف شخص كهري ما يقدرش اللي هو. لا مش كهري. لا كهري ما انفعش تسيبه اختك في يوم في يوم يوم اي بنتي في العالم بتستناها كريم ما انفعش. اه ماشي اه كابتن اه ما هيقول حاجة. صح ولا انا غلط انا كابتن? لا. لا. يعني بص او 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 انت ده الوقت انا بكلم بقى عفرطه يعني ده اخته. ماشي اخته. ده ما تكلمناش فيها. لكن فيه موعيد. فيه. 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 انا انا ينفع اجل فرح لكن ما ينفعش اجل مباراة. يا كابتن طبيعي طبيعي وانحنا كنا محتاجين كهرابة في مباراة زيدي. بس برضك يا كابتن الاهل كان رايح وهو مستريح. يعني الاهل كان حاسمها. لا. 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 ما انفعش. لا. معلاش ما انش اقولك حاجة بس افكرك. لو الاهل كان خسر مباراة ميديامة في غينة كان الاهل موقفه تقزم في هذه المجموعة. فانت كسبت. فلما كسبت الموضوع مكبرش. بس لو كان الاهل يخسر هزي المواجهة. كان ساعتها كاربا. نعتبر مثلا انا كريم يعني 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 نعتبره كان مصاب مثلا. ماشي. يعني انا قصدي هو يعني ايه زي مليء زي معاليه. برضك انت المفروض تبقى لعيب محترف تبقى والفرقة محتاجات تبقى متواجد. ولكن يا كريم برضك انت على الحالة الانسانية ما ينفعش اللي انا تخلى عنوتي في الموقف ده. ممكن اقولك حاجة ببساطة. انه الموقف القهر دي انت اتكلمت عنه. حالة الوفاة دي تحنا ما نعرف لهاش معاد. لقدر الله حد عنده مرض او حادسة او حاجة برضو مش نبقى عرفين لا معاد. لكن اي فرح في الدنيا. ليه معاد? نقدر الانسانيات طبعا فرح وهو شخصيا فرح. كان ممكن يزبط المعاد بعد المباراة. ينفع 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 ينفع. مستش عارف الفجازات بقى والحاجات دي. عفروتو يا من ناحية. انا مش مدافع عنو تأجل. لكن الفرح ممكن يتأجل. انا معاك كده بصراحة. صحية. بس هو مش المفروض هل مارس الكولر مفروض يبقى مدائي منه يحطه في مرتبة ثالثة ولا انت شايف ان هو حطه مرتبة ثالثة امور فنية. يعني شايف مودة استقرار منه. والله يا كريم انا شايف اللي هو يعني ايه? هو عارف اللي هو كابتن بلغة الكرة بيقرسه مثلا. اه. اه. يعني عارف اللي ومثالكورة الزكي في الحتة دي. يعني هو عارف وعارف دماغ كهرباء. يعني هو عارفه وعارف دماغ كهرباء. مثالكورة حفز لعبت النادي الاحلي. دي حقيقة. وفهمهم. يعني يبص في عين ايه حد خلاص فهمه. عشان كده هو شاطر في اه اه مخلي مفيش اساسي هو في احتياطي. دلوقتي انت ممكن تتفاجئ ماتش زمانك ده بتشكيل غير ناحية منقوله خالص. انا عندك اللاعب الاهل اي حد يلعب بحقيقة فعلا. بس هو ده زكاء مدرب. ده مدرب. ان انا مخلي الاحتياطي زي الاساسي. طبعا. فدي طبعا لا. فالقرار زكي هو عارف كهرباء دماغه راحة فين. وهيعرف يقرسه فين. عشان هو محتاج كهرباء لان الكهرباء طبعا لعيب مؤسس. الاهلي هيتأثر بغيابه شامب علي? اه طبعا. هيتأثر. طبعا. والسام انا شايف يعني ان هو لعيب هايجي. اه. ولعيب كويس. وعنده حاجات كتير كويسة. وعنده ثقة. يعني ما شوفناه في المطشين لعبهم والثلاثة عنده سبات كده مفعالي. عنده شخصية في الملعب. اه لا. هيفرق طبعا مع النادي الاهلي. وانا اتفاجئت ان هو مش موجود يعني. اه مولا مصاب. اه ما انا بقولك يعني. طيب. بالمناسبة بكرة الاهل او يوم الجمعة عفوا الاهل هيب عنده اتنين متفعين بس هما اللي هيبدأوا اه اه السلفنبرال. لنزال. لاصابة. مين اللي ممكن يلعب كمدافع تاني لو لحد فيه مخرج من الموباا. عندك هاني عندك اكرم. يعني عندك حلول برضوك في الاهلي يعني الموضوع مش كده عندك ممكن تنزل اه مراوان عطية. اه. في الحطة دي تيقدر يلعب لك فيها. اه اه اه. اه 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 او اه 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 ادعي يلعيب ميزة كمان ياه كريم. اه اه اي لاعب ممكن نلعب في أكتر من مكان فدي ميزة المدرب واسك من لعبته بدليل اللي هو مش مطلع حد من الناشئين مثلاً اللي هو يبقى مكمل في القايمة معاه يبقى سير دي باك ثالث فلا الراجل عارف إمكانيات فرقته عنده سكة سكة عمياء في الفرقة وبدليل يا كريم قبل ما يسافروا فكانوا عاملين جايزة اللي هو أحسن لعب ياخد خمسين ألف دولار فالراجل جاب اجتمع باللعبة الكبيرة قال لهم يا جماعة أنا عايزكم وتخلصوا للقصة دي الناس اتفقوا وقالوا لو إن شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا وطلع واحد فينا هتتأسم علينا كلنا فالراجل يعني حتى بص الراجل بيفكر في إيه يا كابتن رامي يعني الراجل شغال الراجل مستئب الموضوع كده هجهجوني ماشي زي ما الناس ما بيسي كابتن رامي نورتك لعادة مشكورة شكراً جزيلاً ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الخير اشتركوا في القناة